طيب حضورنا عامل ازاي في البورصات يعني احنا ذكرنا اكتر من بورصة دلوقتي متواكدين على طول بزافرين ان شاء الله ان شاء الله حضورنا وتمثلنا عامل ازاي في هذه البورصات خصوان احنا موجودين وفي دول تانية بتعرض هي كمان مقاوماتها السياحية ما هو احنا بنحضر البورصات الدولية دي او المعارض الدولية اولا بيبقى تصميم الجناح المصري في المعارض الدولية على شكل متحف فرعوني بشكل جميل في كل التكنولوجي ده سابت في اي دولة ان انت ممكن تشوف من خلال الشاشات اللي موجودة يعني عايز اقول ايه ان انت متواجد مثلا في البحر الاحمر متواجد في منطقة الاهرامات الى اخره بالاضافة الى المطعم المصري بيبقى متواجد في الاجنحة بتاعتنا بيبص ليك جايين من الدول العربية ومن الدول الاجنبية انهما برضو يدوقوا الاكل المصري وبيبقى طبعا نوعا من الدعاية بيتصوروا الناس في المعارض اللي بيحصل بقى ان احنا لما بنطلع بيبقى كل شركة عندها ستاند مثلا او فندق الى اخره وبيحصل مقابلات وبنعرض البرودكت بتاعنا لان السياحة صنعها البرودكت هو المنتج السياحي البرنامج السياحي يعني احنا مثلا بنسوق في كل المعارض للمتحف المصري الكبير برغم انه هو لم يفتتح رسميا ولكن بيجي لنا سياحه بيحضر المتحف المصري كبير والمتحف المصري ومتحف الحضرات هنا بقى الشركات بتوجه او بتعمل البرودكت والمنتج بتاعها وبتقدموا على حسب الجنسية طبعا القرى السياحية الكبيرة وسلسلة الفنادق اللي موجودين اللي بيسوقوا للسياحة الشاطئية بيبقوا متواجدين وكله بيقدم حوافز معينة غير طبعا الحوافز اللي بتقدمها الدولة ووزارة السياحة وهي التنشيط السياحة متمثلة في دعم التيران الشارتر او تقديم الحوافز دعم لوجستي مثلا لو في عشر اماكن بيبقى فيه ليهم دعم رقم معين بحيث بتذكرة وهكذا توزع على عدد السياح كل ما زادت المقاعد السياحية في التيران الشارتر مع وجود الشوء الفندقية والفنادق كل ما بيزيد عدد السياح بشكل كبير وطبعا كل ما تطور لان احنا عايزين نوصل ان شاء الله في تمانية وعشرين لتلاتين مليون سايح فمحتاجين طاقة استعابية اكتر في الفندق وتيران شارتر اكتر ولكن فيه بتزيد اعداد التيران الشارتر بتزيد اعداد الرحلات السياحية من كافة دول العالم لمصر بقى لكافة المحافزات كل سايح على حسب يعني السياح الاجنابي مثلا بيفضل البحر احمر بشكل كبير عن الساحل الشمالي لسبب لانه هو بيبص للايه بقى عايز الكراء اللي هو الشعب المرجانية عايز الحاجات دي كلها مش متواجدة عنده في اروفا وعايز الشمس كمان وعايز الشمس الى اخره يعني ممكن فيه انواع معينة منه سياحة بتحب البحر الابيض البتوسط والساحل الشمالي والعالمين الى اخرى بس دولت مثلا اللي كان ممكن يكون احفاد اللي كانوا في الحرب العالمية التانية عشان يشوفوا رومل وهكذا فده بيبقى عمليت تسويق سياحة السياحة الشاطئية بقى السياحة العلاجية الى اخره السياحة الايفنس او السياحة الزواج سياحة الذركات Polkir سياحة الأزياء كل دي انواع من السياحة بتبقى محطوطة بس التلب على السياحة الاكتر بيبقى على مستوى العالم السياحة الشاطئية ياليها السياحة الثقافية وبعدين بقى تيجي السياحات الاخرى طيب فكرة استهداف فئات ما احناش بنجذبها دايما يعني احنا بنكلم مين علشان نقوله تعالى بنكلم الباكباكرز ولا بنكلم الناس اللي عايزة تسافر سفر لكجيريس كده ومرفع وكده بنكلم الطلاب ولا بنكلم الناس اللي بتشتغل وعندها القدرة على السفر من فترة تانية بنعمل ايه بنستهدف مين لا هي دي بقى بترجع الى الشركات العاملة في المجال اكتر يعني مثلا فيه سياحة لكشيريس زي ما حضرتك زكارتي حتدينا ندخل فيه اليخوت اليخوت مثلا طبعا الدولة قامت والساد الرئيس وجه بتخليص كافة الاجراءات في سياحة اليخوت وهي بتتبع وزارة النقل البحري فبقت سهولة فيه application موجود فيه تعريفة موحدة لأي ياخت هيدخل طبعا دي سياحة المليونيرات او مالتي مليونيرات هنقول والملياردرات وبتبقى بيجي مع الاسطاف بتاعه اللي موجود بتتكلف كتير قوي متوسط انفاقه عالي جدا فيه طبعا دول البحر عبيض المتوسط فيه زي اليونان وإيطاليا وفرنسا لما احنا كان الاول بياخد الاجراءات ووقت طويل وصعوبات كبيرة جدا دلوقتي لأ ممكن تخلص الapplication وكافة ال data وكل حاجة فيه ساعة بكتير قوي وده الاهم من رايحة فسح يعني ما مش موجود اعد وقت انتظر يعني فيه عندنا مارينة موجودة كتير فيه مارينة في شارم الشيخ وفيه مارينة في الغرداء والجونة في مارينة العالمين يعني فيه موانئ متعددة في أماكن مختلفة الاول كان لازم يدخل ويخرج من نفس المارينة دلوقتي لأ يدخل من المارينة دي ويخرج من اي مارينة تاني طبعا بيحتاجوا احتياجاتهم كتيرة بقى واللوجيستيك اللي بتتبجود الياخد ممكن رجل اعمال يسيب الاسطاف موجود ويسافر يقلص بيزنس ويرجع تاني وطبعا فيه ناس عندها يخوض بخمسمائة مليون دولار زي جيف بيسوس مثلا متاع امريكا وفيه امراء واواوا فالمارينة اللي موجودة دي دي سياحة مهمة جدا دي لاكسيريس فيه السياحة بقى اللي هي الكام الكام دي بقى اللي هي التهران الشرطر بين الاعداد السياحة الشاطئية مثلا يبقى فيه مثلا ميت رحلة كل اسبوع بتنزل هنا وهنا وهنا وبتجيب مثلا ميتين فرد فدي بتبقى كام متوسط انفاقه ما بيبقاش عالي ممكن تكون ماكسيمم ميت دولار في اليوم وده بالنسبة له كويس هناك لانه لو قاعد في بلده هيصرف اكتر من المبلغ ده وهو بيتفسحه بيقضي حاجات كتيرة جدا فيه المستهدف فقا لو فيه سياحة مثلا زي ما بنقول سياحة رحلات ده هو زي رحلة العائلة المقدسة او كذا بتبقى مستهدف بقى بيبقى فيه مراكز معينة في اوروبا او في دول امريكا او الاخره بتستهدفها الشركات اللي بتعمل في نفس المجال وبيتم مقابلة الشركات دي اما عالميا او سفريات خاصة وبنقدر نجيب منها جروبات وافواك سياحية ثقافة مثلا السياح العربي او الخليجي مختلفة عن ثقافة السياح الاوروبي بيجي مثلا لو بيحب يعيش الاتموسفير بتاع السياحة التراثية بينزل خان الخليلي بينزل المناطق الاسلامية والمناطق القديمة في مصر ويعيش الجو ده وممكن فيه بقى فيه سياحة بيحبوا يعيشوا في البوتيك اوتيل في نفس المناطق دي دلوقتي برضو ده بيستهدف كذلك بالحملات الاعلامية او بالمقابلات لما بتتم سفر رجال الاعمال او الشركات الى الخارج اشتركوا في القناة